برحبا بكم عزيزia مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقد وحلقتنا النهاردة معركة أين الله الجزء العشر وما زلنا مستمرين في نقل وقائع وأحداث معركة أين الله وأنوان حلقتنا سؤال لمشايخ الوحابية في الحلقات اللي فاتت احنا شفنا سؤال مهم من موسلم وحابي سلفي محتار بيقول اهل السنة بيثبتون الصفات مع استمسكهم بقوله تعالى ليس كمثله شيء فهم ينفون التشبيه غير انه قرأ في كتاب شرح الواسطية للعسيمين انه ادلة نفات الرؤية العقلية فقالوا لو كان الله يرى لزم ان يكون جسما والجسم ممتنع على الله تعالى لانه يستلزم التشبيه والتمثيل وبعدها قال انه ارى من صفحات كتاب اسمه دفع شبه التشبيه باكف التنزيح وانه اتصدم وكشعر بدنه لان الكتاب وصف فيه الحنابلة الوهابية انه هم مجسمين حتى لا يقال حنبلي الا مجسم وانهم شانوا المسهب فعرضنا لحضراتكم ان الكتاب ده كتبوا ابن الجوزي علشان يرد به على ابن حامد والقادي ابيعلى وابن الزاغوني وصفهم فيه انه هم مجسمة والدكتور الاشعالي سعيد فودا وهو بيأكد ان ابن جوزي كان بيرفض التشسيم وفي نفس الوقت ينقل براءة السلف من مسبغلات الحنابلة الوهابية المجسمة خلينا نشوف مع بعض الدكتور الاشعالي سعيد فودا قال في كتابه الشهير دفع شبه التشبيه بأكف التنزيم في بداية هذا الكتاب قال ورأيت من اصحابنا من تكلم في الاصول بما لا يصلح وانتدب للتصنيف ثلاثة ابو عبد الله بن حامد وصاحبه القاضي ابو يعلى وابن الزاغوني فصنفوا كتبا شانوا بها المذهب ورأيتهم قد نزلوا الى مرتبة العوام فحملوا الصفات على مقتضى الحسي فزعموا ان الله سبحانه وتعالى خلق ادم عليه الصلاة والسلام على صورته فاثبتوا له صورة ووجها زائدا على الذات وعينين وفما ولهوات وأدراسة وأضواء لوجهه هي السبوحات ويدين وأصابع وكفا وخنصرا وإبهاما وصدرا وفخذا وساقين ورجلين وقالوا ما سمعنا بذكر الرأس وقالوا يجوز ان يمس ويمس ويدني العبد من ذاته وقال بعضهم ويتنفس ثم انهم يرضون العوام بقولهم لا كما يعقل ثم بعد ذلك كله يقولون بلا كيف بلا كيف بلا كيف وزي ما شفنا الدكتور الأشعالي سعيد فودا بتكلم عن ان ابن الجوزي رد على أبو عبدالله بن حمد وصحبه القاضي أبو يعلى وابن الزغوني لأنهم كتبوا كتب شانوا بها المسهب الحنبلي فحملوا الصفات على مقتدل حس وان آدم خلق على صورة الله فأثبتوا لله الصورة ووجه زائد على الذات وعينين وفمه ولهوات وأدراس وأضواء لوجهه ويدين وأصابع وكف وخنصر وإبهام وصدره وفغده وسقين ورجلين وده هو معنى حمل الصفات على مقتدل حس وشفنا مدى حيرة عوامل وهابية المجسمة اللي ما قبلوش التجسيم في مسهبهم الوهابي لأنه مضاد ومخالف للفترة فحس إنهم لما يثبتوا التجسيم بيعبدوا صنم ولو رفضوا التجسيم هيستضموا بالنصوص اللي فهموها بزواهرها ورفضوهم للنصوص وزواهرها حسب مرازهم المسهبي الوهابي المجسم لا يعني إلا التعطيل وبكده هيبدوا عدم فبقيوا بين نار الصنمية وبين نار العدمية عشان كده قرينا في آخر كلام العامي الوهابي في سؤال الموجه لموقع إسلام ويب وهو بيقول كرهت دراسة العقيدة بسبب أهل الكلام وده قصدري بكلام ابن الجوزي لأنه يعني إنه ليس حنبلي إلا مجسم فإحنا بنسأل المسلم المحتار إزاي أنت تكره دراسة عقيدتك بسبب أهل الكلام مع إن اللي كتب العقيدة الوهابية مش بيستشهد بكلام الأشعارة والماتوريدية بل بالعكس هي بترد عليهم وهنقول لكم يا عوام الوهابية السلفية نصيحة قالها الدكتور علي التويجري ونشوف مع بعض نصحكم بإيه وما تنسوش النصيحة دي لأن هنتكلم عنها في الحلقات اللي جاية ونشوف مع بعض نصحكم بإيه في الفيديو اللي جاية من عندهم يعني خلل في العقيدة تظهر عقيدته ولهذا احرص إذا قرأت في أي كتاب وجاءت بك مسألة عقدية لا بد تراجع كتب أئمة السلف اللي ذنهم على العقيدة لألا يدخل عليك الشيء فإزاي تقول كرهت العقيدة أو كرهت دراست العقيدة بسبب أهل الكلام وضيقة صدري بكلام ابن الجوزي إنه ليس حنبلي إلا مجسم أنت كرهت عقدتك بسبب أهل الكلام مع إن الكتب الوهابية مش بتنقل كلامهم أصلاً لكن أنت لما لقيت إن كتب العقيدة الوهابية مخلفة للفترة ومخلفة للعقل والنقل كرهت دراست العقيدة وطبعاً إحنا أثبتنا لك إن التشتيم ركن مهم في عقدتك الوهابية فكونك لا تعلم إن مسحبك مسحب التشتيم ده بيدل على أشياء كتير جداً هيكون أهمها تضليل الشيوخ الوهابية لعوامل الوهابية وفي الحلقات اللي فاتت إحنا أثبتنا الكلام ده طبعاً في مواضيع مختلفة لكن الفكرة واحدة وأخيراً آخر جملة في كلام العامي الوهابي بيقول أريد رداً على كلام الوسيمين بإثبات الجسم دون مشابهة الأجسام والكلام ده من عجائب عوام الوهابية السلفية إزاي ترد على كلام ابن واسيمين اللي هو أساساً رد على كلام امرأة الجهم اللي بتنكر استواء الله على العرش أو كلام من ينكر رؤية الله في الآخرة نبدأ بكلام امرأة الجهم كانت بتقول إيه ونشوف الفيديو اللي جاي للشيخ ابن واسيمين ولهذا لما جاءت امرأة الجهم ابن صفوان إلى الكوفة أو إلى البصرة والشيخ ابن واسيمين قالت إنها تكفر بمحدود على محدود العرش محدود وهي تقول إذا كان المستوين على محدود لازم أن يكون محدوداً الشيخ ابن واسيمين بيقول لما جاءت امرأة الجهم ابن صفوان إلى الكوفة أو إلى البصرة اجتمع الناس عليها يناقشونها وقالت إنها تكفر بمحدود على محدود العرش محدود وهي بتقول إذا كان الله مستوياً على محدود لازم أن يكون محدوداً يعني امرأة الجهم بتقول إنها بتكفر بمحدود على محدود يعني إن كان الله مستوي على العرش يبقى الله محدود لأن العرش محدود ونشوف رد ابن واسيمين على امرأة الجهم في الفيديو اللي جاي فما هو الجواب على ذلك؟ الآن قلنا يلزم أن يكون جسماً وأن يكون محدوداً نقول إذا لازم أن يكون جسماً من كلام الله فليكن ذلك ونحن نؤمن به ولكننا نقول إنه لا يستكى أجسام المخلوقين طبعاً ابن واسيمين بيرد على كلام امرأة الجهم وبيقول لو في القرآن دليل على إن الله فوق العرش يبقى هنؤمن بأن الله فوق العرش ولو لازم من ذلك أن يكون الله جسماً ومحدوداً فليكن ذلك ولكننا نقول إنه ليس كأجسام المخلوقين ونروح لرد ابن واسيمين على القول إذا جاز رؤية الله في الأخيرة فمعنى هذا الجواز أن يكون الله جسماً ورد ابن واسيمين على هذا الإلزام دعو وخلينا نشوف الفيديو اللي جاي هيقول لنا إيه نقول لهم إن كأنا يلزم من جواز رؤية الله عز وجل أن يكون جسماً نعم فليكن ليش؟ لأن لازم قول الله ورسوله حق ولكن لا يلزم أن يكون هذا الجسم كالأجسام المخلوقة لا يلزم هذا كما أنكم أنتم تقولون لله ذات لا تشبه الذوات فنحن نقول إذا كان يلزم أن يكون جسماً فله جسم لا يشبه الأجسام وزي ما شفت حضراتكم ابن واسيمين قال لو كان معنا رؤية الله في الأخيرة إنه جسم فليكن جسماً لأن قول الله ورسوله دل على إن الله جسم ولكن هذا الجسم ليس كأجسام المخلوقة ولو أنتم بتقولوا لله ذات لا تشبه الذوات فنحن نقول إذا كان يلزم أن يكون جسماً فله جسم لا يشبه الأجسام ده رد ابن واسيمين على إثبات إن الله جسم ليس كالأجسام والرد ده هو أهم ركن من أركان العقيدة الوهابية السلفية المجسمة وبعدين يجي عمي وهابي مش فهم أي حاجة في مصهبه ويسأل سؤال غريب الشكل أريد رداً على كلام العسيمين بإثبات الجسم دون مشابهته الأجسام سؤال ده خلانا نتعاطف مع العامي الوهابي السلفي وبنوجه من خلال برنامجنا النقل أم العقل نتوجه يعني إلى المشايخ الوهابية السلفية وسمينا حلقتنا النهاردة سؤال لمشايخ الوهابية وياريت ترد عليه خليني ألتقي بيكم في الحلقة القادمة وإلى اللقاء لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقلة ما نقمل بعقله وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقله يبقى الجن يبقى ولعوبة بيننا وكل المشاكل